اللي حضرتها في كل الكنيس. ربنا نحافظ عليكم ويفرحكم. النهاردة هنتكلم في موضوع. في حد كده يبص كده وقول لك ايه? انت مين انت? بنشوفها. انت مين يا ابن انت? او انت مين انت? مين انت اللي انت جاي بتتكلم معين. انت مين انت? معناها ايه? معناها ايه? الكلمة دي لما بتتقل بتتقل بقى انهي معنا. معناها ايه? ها? بقلل. بقلل من شأن اللي قدامي صح? فيها نوع من التقليل شأن. فيها نوع من الاحتكار والاصدراء صح? ببصنا لها بقى السيد المسيح لما جيه تولد بمنازمة بقى احنا بنحتفل بميلاد السيد المسيح. لما جيه جيه قصر شوية قواعد كتير قوي. كونه انه هو نفسه ياخد طبيعة بشرية وتولد بيها? لا ده في حتة كده تكسرت. ده هو مين هو المسيح? الله ضابط الكل خالق كل شيء. الله هو ملك الملوك ورب الارباب ويجي ياخد طبيعتي البشرية انا? وعمل بيها ايه? وجيه? الا تولد. قبل ما يتولد اختار اتنين. مين هما? عذرة مريم? ويوسف? ويوسف النجار. عشان تكون ديت امه ويكون ده ابوه بحسب الشريعة. مش بحسب الجاسد. مش بحسب الجاسد. بحسب الايه? الشريعة. مين يوسف النجار? نجار. حتى هم نفسهم كانوا بقولوا ايه? لما شافوا السيد المسيح بيعلم تعليم قوي جدا بقولوا مين ده? مش ده? ابن النجار. صح? مش ده ابن النجار? هو المسيح كان ابن النجاره بس? ولا هو نفسه كان نجار? هو نفسه اشتغل بمهنة النجارة. يبقى اللي بيتكلم مش ده ابن النجار كنوع من انواع التقليل من شأنه? لا. ده دلوقت اللي بيشتغل النجارة نقول له يا بغتك يا عم بتشتغل شغلانة مين? المسيح. تشتغل شغلانة المسيح. صح? اختار واحد راجل كبير خالص في السن. كبير خالص في السن. فيه قول لك يا عم ده هيعرف يعمل حاجة. خلاص بقى. واحنا احيانا من غير ما بناخد بالنا بنقع في نفس المطب ده احنا نفسنا. تيجي تقول له مسلا تتعلم الحاجة في اليوم. يقول لك يا بونا. بعد ما شابوا الدوب كتاب احنا بنقلل ليه من نفسنا? عملت حاجة حلوة خلص في الكنيسة عندنا. جينا عملنا اجتماع. الحكماء. بنروبص بقول لكم ايه? احنا مش اقل من ولادنا الصغرين اللي بيخشوا مهرجان الكرازة. ويروحوا بقى وياخدوا مراكز ويذاكروا ويعملوا يا بونا لسه هنذاكر. بقوا يخشوا المسابقات ويعملوا ابحث ويعملوا شغل حلوة قوي قوي. وبالعكس ده حسوا ان احنا ايه? بنجدد شبابنا وبنجدد نشاطنا. مرة ايه? مرة تاني. يوسف النجار كان شيخ كبير شيخ وكور. شغل حلوة قوي قوي. تبصت ليه? ليه يا رب ما اخترتش واحد يكون شاب كده? ياخد العذرة ويجري بيها على هنا. ويجري بيها على هنا. يقول لك لا ده فكرك انت. فكرين احنا كبشر اللي بيعتمدوا على قوتهم الشخصية يقولوا كده. انما اللي بيعتمد على قوت الله اللي داخل في حياته ما يقولش كده. استطيع كل شيء في المسيحة الليزي يقويني. فضل يوسف النجار شغل بالنجارة لحد امتى? لحد ما ايه? مسافر على السماء. كان ياخد العذرة يالا فيك تتاف بيت لح. يروح واخد العذرة وطلع بيها على بيت لح. يلا خد امرأتك واطلع على فين? على ارض مصر ياخدها ويجري بيها على مصر. يلا خلاص اللي كان بيطلب الطفل عشان يموته مات. يلا ارجع ليه? لبلدك تاني يروح واخدها ويروح راجع تاني. وبقى هذا الشخص الوكور الحكيم اللي ربنا اختاره اشتغل بيه احسن ايه شغل? اختار امه. مين امه? عكس تماما ابوه. ابوه شيخ كبير وكور امه? بنت صغيرة خالص. بنت صغيرة خالص. لا حسب ولا نسب ولا ايه? ولا حاجة ولا امكانيات مادية. ابوها سافر السماء وامها سافرت السماء وملهاش حد ولا امكانيات مادية ولا حاجة خالص. واحدة من افقر الفقر اللي كانوا موجودين. صح ولا انا غلطة? واختار العدرة ماريام بنوتة كده. لما جي الملاك يكلمها. وبقول لها ده انت هيتولد منك. اه مخلص العالم. في الاول هي استعجبت من الكلام. بتقول له ازاي ان انا يخلي فوانا مليش رجل. انا لا اعرف رجل. يعني ايه لا اعرف رجل ما يسف ان الجرده كان ايه? اه هي كانت خطبته انما ما كانش فيه اتصال جسدي بينهم وبين بعض. يمكن كان الفكر انه هيجي المسيح نتيجة التناصل طبيعي. انما لا ربنا ما كانش عايز كده. وعايز جسد بس من العدرة. انما هو بلاهوته يتحت بالنسوت اللي هياخده من العدرة ماريام ويكمل بقى ايه? ويكمل الفدة وخطة الخلاص اللي هيتممها العودة الصليب. اختار العدرة ماريام. ولما تولد اتولد فين? في الاول المدينة اسمه ايه او القرية اسمه ايه? بيتلحم. بيتلحم. كانوا يكون كلهم كانوا يقولوا عليها ده الصغرى. هو قولها ايه? يا بيت اللحم لست الصغرى? ليه? يخرج منك? مين? مخلص العالم. مدبر الكون هو اللي هيخرج هيخرج منك مش تبقى الصغرى تاني خلاص. بميلاد المسيح فيك ايه? او منك مش هتبقى الصغرى خلاص. يروح المدينة الصغرى يدوروا على مكان عشان يتولد فيه في المدينة الصغرى. تاخدين بالكو? ميلا ايش? هتولد فين? هتولد فين? عارف المزوت ده كان ايه اللي بيحصل فيه? المزوت ده المفروض ان بيبقوا الرعاء واخدين الرعاية بتاعتهم وخرجين برا بيهم بيرعوهم. اللي قاعد في المزود الخروف اللي تعبان الخروف اللي مكسور خروف اللي محتاج شوية رعاية اللي مش بصحيته زي ايه? زي الخرفان التانية اللي بتطلع وبترعى وبتجري هنا وبتجري هنا وبتجري هنا. فاللي موجود جوه المزود نفسه يعني بصوا اتولد فين? جوه مزود. بشوي زود بقى ايه يعني اه فيه بقى الخرفان واللي بصحيته. لا. ده المكسر والمجبر والمريض هو اللي موجود جوه في المزود. ايه ده رب بتعمل ايه? بتعمل ايه? اصلا هو جي من اجل الكل. جي من اجل الكل. جي من اجل المصدرة وغير الموجود. واللي الناس مش شايفاء. واللي الناس حاسين ان هو بلا قيمة. هو جاي يعطي قيمة لمن ليس له قيمة. تبص تلاقي. الملايكة لما تظهر. تظهر لمين? ظهرت للملك. ظهرت لمين? الرعاة. احنا بنشوف الرعاة. في الصور شكلهم جمال كده وحلوين صح? والرعي الغنم ده بيرعى فين ده? يعني ما انا قد نفكر فيها كده. ده قاعد بيرعى. ماشي في وسط الجبال في وسط المراعي في وسط الطراب لاب الشبشب. صح? هدوم بهدلة. خرفان يشيلها فوق كدفه. ريحة الخرفان عاملة ازاي? عاملة ازاي? صعبة صح? يبقى ريحة هو عاملة ازاي لقاعد في وسط الخرفان. صح? احنا احنا لما نشوف كده واحنا معديين. مين معدي في شارع كده ولاقى? خرفان بتعدي في الشارع حد بيرعى غنم. واحنا معديين بقى ونبقى مديين قوي. من الطراب اللي طالع علينا ومن الخرفان ورحتها اللي صعبة خالص صح? دولة كانوا عايشين في وسطيهم ليل ونهار. واللي ياخد خروف يتباحوا ولا اللي يعمل ولا هما كانوا بياخدوا الخرفان يودوها الهيكل كانش فيه. او كانوا بيتباحوا كانوا بيتباحوا ياكل. فريحتهم كانت عاملة ازاي? الناس ويبتعامنا عمتعام معهم ازاي? يا عم روح خد لك دش الاول وتعال. عشان بس نعرف نقعد كده مع بعضينا ولا حاج? صح? الملائكة تظهر لهم هم. الملائكة تظهر لهم هم. لمين? للرعاء? المبهدلين? المطربين? اللي ريحتهم من ريحة الغنمات بتاعتهم? الناس البسطة. الناس البسطة. الحاجة العجيبة بقى. ان تبص تلاقي. المسيح اساسا كان فين في مدينة اسمها? النصرة. راح اللي اكتتاب في بيت لح? وبعد كده رجع على? النصرة. ويتقال على على النصرة ايه? امن النصرة. يخرج شيء صالح. يعني حتى المدينة اللي راح وسكن فيها يتقال عنها ايه? بقى من المدينة دي? يخرج حد صالح من النصرة? يا رب في ايه? في ايه? ليه ليه الوضع ده كله. اصلا المسيح عايز يقول ان البشرية كلها كده. كل البشرية? كده? لما جيه ربنا بيتكلم مع هشعة. هل هشعة ايه? خذ لنفسك امرأة ايه? زنة. وتخلف اولاد زنة. ده انا رجل الله. ده انا نبي الله اخد 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 ازاي يعني امرأة زنة? عارفين امرأة زنة دي ليه كتتعمل ايه? في اه مهياء نفسها ان هي دخلة ندرة نفسها للهيكل في اليوم ده. من ضمن الممارسات والعبادات الوسانية يخشوا كنوع من انواع التقوس يمرسوا الزنة مع الاشخاص اللي ندرين نفسهم زي كده ويحطوا فلوس للهيكل. فتخيلوا دي بقى قعدة في الهيكل. الوضع كان عامل ازاي? فربنا يقول له خذ لنفسك امرأة زنة. اتجوز امرأة زنة. ازاي يا رب? انا يعني ما عاد افكر فيها انا مع نفسي. ده الواحد لما بيجي ناقي يقول لك خد حد يصونك. صح? خد حد كده. شوف الاسرة اللي انت بتختار منها. شو ما يحصل حاجة تلاقي حد ترجع له. خد واحدة يكون لها كبير. خد واحدة بص على امها وبص على ابوها. شوف حكماتهم وشوفهم وشوفهم وشوفهم. لان دورة هم اللي هيربه ولادك. صح? طيب انت بتعمل فيها كده لي يا رب. بس اعمل بس اللي بقولك عليه. حاضر. تسيبه وتخونه. يقول له هاتها تاني حبه. دخنتني. ده المفروض تترجم. يقول له لا حبه. بعد شوية تسيبه تاني وتخونه. ده المفروض ان هي ايه? تترجم. يقول له لا اشتريها. اشتريها وحبها. ليه كان بيعمل كده المسيح? ليه? عمل ايه? عمل في الشعب كده. امرأة الزنا دي هي كل الشعب. هي كل البشرية. كل البشرية. تركوني انا الاله الحي وزانوا وراء آلهة اخرى. راحوا وراء خنوني. سبوني انا الاله الحقيقي. وراحوا زانوا وراء آلهة اخرى. هنا زانوا وراء آلهة اخرى مقصود بها الزنا الروحي. لما في نصال عن الله. وفي نفس الوقت الزنا الجسدي. ليه اني كان من ضمن العبادات الوثانية زنا. زنا جسدي. فكل البشرية كانت كده. كل البشرية كانت كده. والمسيح جه. وحبنا اوجادنا خناه. خناه. حبنا. خناه تاني. وبيعنا نفسنا للشيطان. بيعنا نفسنا للشيطان. اشترانا بدمه اللي تسافك على عود الصليب. نفس اللي كان حصل مع هشع عايز يعمل زي وسيلة اضاح يوضح بيها هو بيحبنا قد ايه. هو بيحبنا قد ايه. وتعالوا بقى شوفوا المسيح لما تولد فوسطينا عمل معانا ايه. احنا صورتنا اللي اتخلقنا بيها احنا كنا على صورة مين? صورة الله ومثاله. صورة الله ومثاله. خلقنا على صورته ومثاله. ازاي يعني احنا قالها? لا. هم الخلقنا على صورته ومثاله ازاي? الله حر الارادة. فخلقنا احنا كمان. واعطى لكل واحد فينا حرية الارادة. الله قدوس. فخلقنا احنا قدسين. واطهار وابرار يتقال كده هوت عن ادم ان اعظم القديسين يجاهد حتى يصل للدرجة اللي كان فيها ادم قبل السقوط ولا ايه ولا معنى كده ان ادم كان عامل ازاي قداسة كبيرة جدا كان كامل في قداسته على مستوى البشري قديس من اعظم القديسين اللي كانوا موجودين على الارض عشان كده اقول لك ايه وارجعه الى رياسته الاولى المسيح لما جاء فهنا الصورة اللي احنا كنا واخدنا من ربنا احرار زيه خلقنا احرار زيه كل واحد فينا حر الاراضة احنا قديسين خلقنا لينا سلطان زي ما هو ليه سلطان خلقنا ودانا سلطان على تيور السماء واسماك بحر وعلى الحيوانات والوحوش اش عمل كده ربنا خلقنا واعطانا حياة ربنا خلقنا واعطانا عقل ربنا خلقنا وقدلنا حاجات كتير قوي 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 حلوة شبهوا شبهوا احنا خدنا بقى ايه الصورة اللي شابهوا دي وبسبب الخطية شوهناها شلفتنا الصورة خالص هتعمل يا رب هصلح الصور فيه يقولك ايه احيانا يقولك همش ربنا يقدر على كل حاجة تقوله اه ربنا يقدر على كل حاجة ما يقوله مغفورة ليك خطياءك وخلاص على كده لا يش يقوله مغفورة ليك خطياءك وخلاص على كده احيانا اخواتنا يقوله لنا يقوله لنا كده قوله مغفورة ليك خطياءك يخفر خطايا والطبيعة فسدت طبيعة فسدت لازم تتصلح يخفر الخطايا والطبيعة اصبحت الانسان ميت لانه انفصل نفسه عن مين عن الله حي انا فصلت نفسي عن الحياة فاصبحت ميت مغفورة ليك خطياءك وسلطاني ضاع مني مغفورة ليك خطياءك وقدستي ضاعت مني كل ده المسيح ليه تجسد وليه تولد من العذرة ماريام عشان يصلح كل ده مش مجرد غفران الخطايا وخلاص الصورة اللي تشوهت جاي ايه يصلحها هنبص نلاقي فيه تلات امثلة يكون مثل الابن الضال ومثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود الدرهم المفقود في مثل الدرهم المفقود ست كان معاها عشر درهم طعم انها درهم فضلت تدور عليه لحد ما جابته فاكرين المثل لما قالوا له ندي القيصر الجيزية قال لهم ايه الدنيا دينار الدنار ده علي ايه صورة وكتابة صورة الملك وعلي اسم الملك لمن هذه الصورة وهذه الكتابة قالوا له لكيصر لما اعطوا مال لكيصر لكيصر وما لله لله احنا الدرهم المفقود كان علينا صورة مين الملك صورة الله واسمه حتى في تسلسل النسب كده بتاع السيدة المسيح اقول لك ابن يوسف ابن هالي ابن فلان ابن ادم ابن الله ابن ادم ابن الله عشان كده في حتة تاني المثل اللي قالوا السيدة المسيح بتاع الابن الضال الابن الضال لما رجع ابو قال اعملوا ايه فيه لبسوه خاتم الاول لبسوه الحلة الاولى ولبسوه خاتم واتباحوله الاجل الايه الاجل المسمن لبسوه الحلة الاولى يعني رجعوه لطبيعته الاولى وده اللي عملوا معنا المسيح على عوض الصليب واللي بنطلع من جرن المعمودية لابسين الحلة الاولى تابوا الخاتم يعني ايه الخاتم يعني الخاتم ملك صح يعني لابس خاتم كده بيتزين بيه بصوه احنا فيه احنا لما بنتجوز في الاول في الخطوبة بنلبس ايه هي المفروض تبقي دبلة ولا خاتم مفروض تبقي ايه خاتم احنا بقينا لابسينها دبلة وناخد فيها شوية التأملات حلوه اقول لك ملهاش ولا بداية ولا نهاية زي المفروض اني ما حبتنا لبعض تبقي ملهاش ولا بداية ولا نهاية واعلاقتنا ببعض زي يدهب وقوقوا كلام زي كده. لا ده كان بيتلبس خاتم. ايه الخاتم ده? خاتم يعني ختم. خاتم يعني ايه? ختم. خاتم الملك يعني ختم. الملك بيتعامل بايه ختم الملك ده? الختمة مكتوب في ايه? اسم الملك. مكتوب في اسم الملك. فلما بيجيب ورقة كده ويروح ختمها ده خلاص الملك قال كذا. يبقى اسمه تلامت حط يبقى هو اللي قاير الكلام ده. الكلام ده لازم يتنفذ. يبقى صاحب البيت الاب لما يكون لابس خاتم يبقى عليه ايه? اسمه. لما يجي الابني يلبس الخاتم يعني يلبس ايه? الاسم بتاعه. هو ده اللي حصل معنا. المسيح عمل معنا كده. جاي رجع صرته اللي احنا فقدناها. وجاي رجع علينا ايه? اسمه. عشان كده احنا بقى اسمنا مسيحيين. زي المسيح. مسيحيين. واللي بيشفنا المفروض يشوف فيه مين فينا؟ سيد المسيح. يشوف فينا السيد المسيح. فميلاده من اجل كده. اتولت في كل اللي الناس بيبصوا عليه. ده قليل. صح? بس قولكم حاجة. مش بيت لحمة بس هي اللي قليلة. ولا المزود هو اللي قليل. ولا مدينة الناصرة هي اللي قليل. ده كانت الارض كلها قليلة. كل الارض قليلة. مسيح جي وعمل حاجة يقول يوحنا فم الزهب كلمة حلوة قوي. يقول ابن الله صار عبدا. من اجل ان يجعل العبيد ابناء لله. ايه الجمال ده. ابن الله صار عبد. عشان يرفع العبيد مرة تانية ويخليهم ابناء الله. لما نيجي بقى نفكر كده بيت لحم اللي كان ابو له عليها الصغيرة بميلاد المسيح فيها بقيت ايه اعظم مكان على وجه الارض صح? مهنة النجارة اللي اشتغلها المسيح بقت من اعظم المهن. اتفرجوا. ده شغل النجارة ده. كل اللي في كنايسنا اللي بيزين وبيليجمل ده شغل ايه? شغل نجارة. فنان كده. وادها قيمتها. وادها ايه? لما ييجي الراعي الغنم اطلق على نفسه هو الراعي الصالح. واطلق على كل الرعاة اللي موجودين في الكنيس او الاباء والامات اللي في البيت رعاة برضو صالحين. رفع من شأن مهنة الرعاة. رفع من شأن مهنة. حتى حتى الخرفان المكسرة اللي كانت موجودة واللي كانت عيانة وموجودة فين? هو نفسه جيه كايه? كحمل. كحمل. حتى احنا لغاية النهاردة منيجني والاربانة اللي ايه? اربانة الحمل اللي هيتقدم زبيحة على المسبح. هيتقدم زبيحة على المسبح. جيه المسيح باتضاعه ومحبته. كان بابا شنودة كان بيكلم في حتة التواضع. يقول لك مين هو الشخص المتواضع? مين الشخص المتواضع? مين المتواضع? يقول لك المتواضع اللي هو بينزل لمرتبة اقل من مرتبته. يكون هو في منزلة معينة وينزل لمنزلة اقل من المنزلة بتاعته. طب قال لك الانسان عشان يتواضع المفروض يكون ايه? قال لك اذا كان الانسان نفسه كان في الاصل تراب. في الاصل تراب. قال لك ده مش كده وبس ده كان عدم مش تراب. ده كان ايه? عدم. قال لك ده الاصعب من كده ان العدم ما عملش خطيه. احنا عملنا خطيه. يبقى الانسان بخطيته اقل من العدم. تخيلوا بقى الله له كل المجد. وكل الكرامة. يا ياخد جسد هذا الشخص اللي اقل من العدم ويرفعنا بتجسده وموته وقيامته وسكناه فينا بروحه الكدوس ويخلينا لتناول من جسد ودمه عشان يخلينا كاولاد لله. ايه الكرامة اللي احنا بقينا فيها دهية كرامة لا توصف. ومستني كده هوت. يقول حيث ما انا اكون هناك يكون خدمي. وكلنا مدعوين ان احنا اخد ده. مش قلب المحبة اختموا بعضكم بعضا. كل اللي بيخدم حد بمحبة. ده يكون مكانه مع مين? مع المسيح. اذهب لأعدي لكم مكالماتة اعداد توقاتي واخذكم معي. عايزنا نعمل ايه معك فوق يا رب الصباء. ايه اللي هينتصر قال لك كده. والذين والذين ايه? يفوزون اعطيهم ان يلبسوا ثيابا بيد. يعني طبيعة جديدة مباركة مقدسة ممجدة غير قابلة للسقوط مرة تاني. والذين يفوزون يعمل ايه تاني فيهم? يغلبون. والذين يغلبون اعطيهم ان يارسوا كل شيء. والذين يغلبون في اية تانية اعطيهم ان يجلسوا معي في عرشي. ايه الكرامة دي? ايه الكرامة والمجد اللي ربنا مجهزها لنا دي? واحنا نبص على غيرنا نقولك مين ده? مين ده ايه? ده ممكن مين ده يكون في ملاك بيكلمه واحنا مش عارفين. يكون في ملاك بيكلمه واحنا مش عارفين. ده ممكن مين ده يطلع من اعظم الشخصيات قدام شوية. اتقال عالمسيح مين ده اللي موجود في المزوط ده? طلع رب الكون اللي خلق الكون هو المسيح. مين ده راعي الغنم ده? ملك الملوك. مين البنت الفقيرة دي? ام الله. مين الراجل الغلبان العجوز اللي مش عارف ياخد خطوتين لقدام ده? ابو المسيح اللي كان يسمه حارس حارس سر التجسد. مين الست العجوزة اللي كانت موجودة في الهيكل دي عارفينها? كان اسمها ايه? حنة اول مبشرة بتدت تبشر باسم المسيح لما شايلوه كان شايلو سمعان الشيخ وابتده يتكلم طلعت وابتدت تسبح وابتدت تهلل وفضلت تعمل ايه? تبشر كل اللي موجودين. ايه واحد فينا يقول مين ده? يقول مين ده? نبص لكل الناس بكرامة كبيرة لان كل واحد في كل البشرية المسيح دفع تمنه دمه اللي تسفك على عوض الصليب. فقيمة اي شخص موجود على الارض. امتوا ايه? دم المسيح اللي تسافك على عوض الصليب. كل سنة وانتوا طيبين فرحان انه كنت في وسطيكم وللهنا المجد دائما ابديا امين.